بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اخوتي اخوتي مرحبا بكم معايا من جديد على قناتي وقناتكم كويزين امرزان نتمنى كلكم تكونوا بألف خير يا ربي والعواشر مبروكة والله يدخلها علينا وعليكم بصحة والسلامة وطولة العمر وبكل ما تمنيتوا يا رب ومرحبا بكل العناصر الجدد كان كلهم مرحبا والف مرحبا بكم معايا فيديو اليوم او وصفة اليوم هي دجاج المضغمر لمحمر دجاج المغربي الاصيل بقاو معنا باش نعرفه المقادر وطريقة التحذير بسم الله اول حاجة انا عندي هنا دجاجة من القياة ومغسولة مزيان بالحامض والملح وقطرتها مزيان بالماء عندي واحد الكاس ديال الماء فيه ضمى ديال زعفران شعره عندي مع القاس غادي سكين جبير اه تلاتة دروس ديال التوم شوية ديال اللي بزار القليل فقط زعفران الملح وواحد نص مع القاس ديال بودرة التوم سكين جبير دائما كيكون غالب علي بزار اول حاجة غادي نرقد هاد 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 دجاج ديالي في الشرمولة غا ناخد واحد الاناء ونخوي فيه كل التوابل اللي عندي مع هديك التوم اللي محكوكا وغا نضيف القليل فقط من ديك الماء اللي دوبت فيه المكعب ديال الزعفران شعره حيث انا ما كانت وفش على الزعفران شعره اعودت بهذاك المكعب خلطت العناصير كلها مع بعض مزيان يعني احتى جانسات وتخلطات اغناخد هديك الجاجة ديالي ونحاول نخلطها في هاد اه شرمولة هادية او في هاد تتبيلة هادية لابغي ننقوله في هاد تتبيلة يعني ونحاول الاخواتين ندخل ديك التوابل مزيان يعني في الدخل في الدخل ديال الشاشة في الجهة ديال الفخاد ما بين ديك الجلدة والفخاد في من الجهة ديال العنق نحاولو نشرملوها مزيان ما نخليو حتى شي بلاسة ما تقولوش راه لي الدين اه يعني كيبقى ما عليش تقدرو تديلو اللي قاتولا ولكن راه كيجيبني نحاولو تشرملوه من جميع الجوانب قاعدوك الدخلات ديال الجاج وتحت الجلدة وكل شي حاولو تشرملوه مزيان صافي اخواتي هنا غا ندروف واحد البلاستيكا ونخليه واحد جوز سوايا من الاحسن يبقى ليلة كاملة ولكن انا خليته جوز سوايا غا نحتفظ به جانبا في التلاجة وندوز هنا لدك القشاوش ديال الجاج عندي القلوبة اللي فتحتهم باش حيت منهم دوك الخيوطة ديال عندي القناسي كذلك مني نقيتهم مزيان والكبدة هاد العناصر اخواتي كنت نقيتهم وغسلتهم بالحامض والملح مزيان وشلتهم وده بغن نحاول نغليهم عندي هنا الطرف ديال الحامض عندي القليل جدا ديال البزار القليل جدا من الملح وجوج دروس ديال ديال التوم اللي يمكشر وشوية ديال الماء اول حاجة اغان حط لما ديال يغلي منين يبدا يغلي اغان نضيف ديال قطعة ديال الحامض والتوم والملح واللي بزار ممكن تستغنوا عليه واللي عندها ورقة تسيدنا موسى كان احسن ديرها يكون حسن هاد المرحلة اخواتي كتخلينا يعني كتخلي هاد القشاوش ديال الجاج ميجوش مزفرين في الضغميرة نضيف ديال القشاوش ديال الجاج وغان نخليهم يغليهم فقط ربعة او خمسة دقايق يعني منين يغلي الماء ربعة حتى الخمسة دقايق ونحيدهم وهما اصلا عندي مغسولين بالحامض والملح صافي اخواتي داست ربعة دقايق اغلاو نحيدهم ونقطرهم ونشللهم من هادك الماء دابا اخواتي ندوز المقادير ديال المرق او ديال النصيب كيف كان قولوه دجاجة ديالي بعد مداز جو سوية او ثلاثة رهيه مشرملة عندي هنا بصلة متوسطة بشل درقيق عندي نص مالقة ديال السمن البلدي او السمن الحار عندي بصلة متوسطة محكوكة في الحكاكة الغلايضاء وهذاك الماء اللي بقى لي فيه المكعب ديال الزعفران اللي كنت واحد خديت منه شوية باش شرملت الدجاج عندي كاس اللاروب ديال الزيت مخلط عندي عصير نص حامضة بالنسبة للتوابل دائما دجاج كيبغي التوم انا ديرا بودرة التوم القليل جدا من اللي بزار الملح الزعفران وسكين جبير دجاج البنات كيبغي سكين جبير بزايد ما كيبغيش اللي بزار اللي بزار غير اصمع القراه كيبان فيه بزاف كيبان فيه المرورة هنا اخواتي عندي جوج معلقة ديال المعد نوسم قطع رقيق ضروري راه منققي ومقصول ثلاثة دروس ديال الثوم المحكوك واللوب ديال اه واحد الربع حتى نص حامضة ربع حامضة انا درت حامضة مصيرة يعني القشرة غنخليها للزين وهذاك اللوب هو اللي نقيت من الجلدة وقطعته رقيق بسم الله اندوزو الطريقة اه اخديت واحد طنجرة ماشي طنجرة الضغط يعني طنجرة عادية حطتها فوق النار حطت فيها هديك البصلة اللي المحكوكة ماشي المشلدة اللي كنت حكيت قبل وهذاك نص كاس اللي بقالية ديال اللي فيه اه مكعب ديال الزافران اللي مدوبة فيه والتوابل ديالي كلها اغنضيف نص معلقة ديال السمن ججاج البنات كيبغي السمن كيبغي التوم وكيبغي الحامض هدو هما العناصر الاساسية اللي خاصها يعني تردو لها البال في الشاش باش كيجي بنين بزاف ضفت هاد العناصر ديالي كلها الربيع اه توم اللوب ديال الحامض مصير نص حامضة مع صورة ومع التوابل وهادك الماء اللي دوبت فيه المكعب ديال الزافران ولبصلة اللي حكيتها اغننحاول اخواتي نخلط هاد العناصر معها بعد نخلطها مزيان حتى تمتازج وتجانس مع بعضها ونغطيها شوية تغليغي واحد ربعة دقائق هكاك ومن بعد هنتم كيف كتشوفوا راه ديال البصيلة طاحت وديك تومة نحن نضيف قياس واحد جوج كيسان ونص ديال المال اللي يكون سخون يعني نكون مغليها اصلا قبل نحركو شوية ونخليه بدورو هاد الخالط هادا نخليه يغلي غير واحد شوية هنا اخواتي بعدما اغلالي ديال الخالط ناخد دجاجة ديالي أنا البنات هناك تشوفوني نربطها بخيط حيث حنا هنا في هولندا دجاج كيجينها هكا نفتوح البنات اللي في الخارج غير عرفوا هاد المسألة هادي يعني ديك البريسة اللي كان ندخلو فيها رجيلة ديال الدجاج حنا كتكون عنا مقطعة كيجينها دجاج هكذا صافي حطيتها كيف كتشوفوا على الصدر ديالها وغطيتها اغننخليها شوية تغليغي في هاداك الماراق ومرا مرا نحركوها كالبنات باش دجاج ديالي ما غديش يلسقليها ديك الجلدة ما تلسقش في القاعدية للطنجرة وبالتالي أنا غيضع دجاج ديالي و أنا حشتي فيه محمر يعني ضروري تكون جلدة دجاج محمر ضروري خاصوه نحتفظو بالجلدة دياله باش نحمروها مرا مرا كنحركوها البنات والعافية ما تجهدوش تكون مهيلة حيث الدجاج دغية كيوجد والطنجرة كذلك ما تغطيوهاش يعني تكون شوية لغطية ميلة هانتو ما كتشوفو أخواتي كل مرا كنحاول نحرك شوية كنخليها تغلي ومرا مرا كنحيض الغطايا ونحرك الدجاج ديالي شوية باش ما يلسقليش التحت كنركز البنات على أدق التفاصيل باش الوصفات تنشح مع الجامعي إن شاء الله كنركز على المبتديئات هنا أخواتي كنضيف دوك القناسي القنصة والقلوبة حيث هما ياخدو شوية طياب يعني من ينغلالي الخليط ديالي ضفتهم وغادي نضيف في هاد المرحلة الزيت لبنات الزيت خليتو حتى لهاد المرحلة حيث لو كان نضيفوه في اللوو المعاشر مولا راه ما كيخليش الدجاج يتشرب من ديك التتبيلة وما كيخليش ياخد اللون ديال ديك الملوين أو الخرقوم يعني كيجي بيض ماشي بيض قاع ولكن ما كيخليش يمص ديك تشرب مولا وديك شي فالزيت يعني نخليوه تيغلي شوية ويتشحر لنا عاد نضيفو الزيت هدا هو الهدف من هاد الحاجة هادي صافي أخواتي خليت تجاج ديالي كيغلي ومرا مرا غنرجع نحركو كيف مديمة باش ما يلصقليش هنا غناخد واحد الكيردون عود ديال اسنان او القطيب ديال شوو لكن من الاحسن عود ديال اسنان كيكون ارقاق باش ما يضيع عليش وكان حاول نتقب الفخد نتقب مزيان ديال توقوب هكا ماشي تتقبوه وتوركوه لبناء تغيش ويا باش ديك المالي في الدجاج كيخرج والهدف من هاد توقوب ما كترتقليش جلدة ديال الدجاج ما كترتقش وتقطع يعني كتبقى شادة على الدجاج وفي نفس الوقت كتساعد جلدة باش يتشرب ره كيجي ناش من الدخل البنات ولكن كياخد ديك تتبيلك كيجي بنين كتر واهم حاجة الهدف من هاد التقيبات هو الجلدة ما كترتقش لينا والغطايا دي ما نخليوها ميلة شوية ما نغطيوش قاع يعني باش ما يترتقش سافي اخواتي هنا مبعد ما صدر يعني بدكي طيب شوية غنحاول نقلب غير بالمهل قلبتها على ظهرها ونحرك كذلك ونخليها طيب مرة اخرى يعني غير واحد شوية ماشي بسر كذلك شو البنات فاش كندير توقوب راكي خرج الماء من ديك توقوب غنحاول نعود نتقبل الفخيدات وندير توقوب كذلك في صدر ديال الجاج كيخرج ديك الماء شو؟ وكيطب لنا ضغياء راكي يجيز بداي البنات هاد الجاج ما تشبعوش منو رائع مضغمر معلك ولا اروع نتمنى تجربو هاد الوصفة انا هنالعديد من الاخوات الصراحة هنالي كانوا كيقول الله راه جاج كيجين مزفر وفي ريحة ديال الجاج ابدا اخواتي انا عمر جاج ما كيجيني مزفر كيجيني مضغ ديالو ولا اروع لديد بنين بزاف وناشف من الداخل ماشي فازق يعني سدرب ديك الماء راكو لا كيف مشتو اخواتي سمحولي اه كنرش شوية مرة مرة كنرش على ديك سد على دجاج من الفوق باش ما يبقاش ديك البلاسة ناشفة وباش تشرب ضروري من المريقة صافي هنا اغان نرضها تكمل الطياب على سدر ديالها يعني حتى الطيب ما نبقاش نقلبو فيه بزاف غير واحد المرة ولا جوج وصافي حيث الدجاج كيف كتعرفو دغيك يتهرس ما نكتروش فيه القليب ونحركوه غير بشوية باش ما يترش لنا وما تسدوش عليها البنات باش ما يتطرقش صافي اخواتي هنا اه جربت الدجاج ديالي لقيت سدر طايب يعني طايب زبدانيت طايب مزيان غنحيدو نحاول نقطرو من الماراق وحطي تفو حطة ودي غد دخول الفرن ملبسة حطة فيها وعفوان ورق الطبخ الماراق اللي بقالي البنات ضفت لي هديك البصلة اللي كانت عندي مشلدة رقيقة البصلة المحكوكة ضفتها في الأول وبعد ما حييت الدجاج ضفت البصلة اللي مشلدة رقيقة وغنخليها نقطيع لها شوية ونخليها الطيب يعني تنزلينا شوية غدين رجع الدجاجة ديالي لبنات وهي ما زالة سخونة هكاك خديت شوية ديال الزبطة لينا مش انا ما كندوب هاش صراحة وضفت فيها شوية ديالتحمارة كاي اللي كيدهنو بالموتار دو التحميرا كل واحدة باش انا كتعجميها الدهنة هدي كتجيب ديال اللون فتجاج مزيون لون موحد وحتالب النه كتكون فيها مزيونة كاي اللي كي بغي دهنها باسميتو بشي صالصة حارة او سودة او الهريصة او مهم انا كند انا هدي هي اللي كندهن بها ديما الزبطة وشوية ديالتحمارة قتعطيه واحد اللوين زوين ونحاولو دائما ندهنو من جميع الجوانب باش تخلينا واحد اللون موحد حتى الهنا لبنات راه مازال هاداك الخيط مازال مخليات الماكني حتى نصب عدك نحيدو باش تبقى الدجاج ديالي مجموعة واللي خافت تحليها من لول تلويها في واحد الخيط وديرها الطيب ولكن ما تعطيوش لعافية مجهداء الله وديما الطنجرة محلولة دخلت الدجاج ديالي لفورن اخواتي فهدل اتنقر عندي دجاج كي تحمر ورجعت الامريقة ديالي دفتلها القطاع ديال الكبدة ركو عارف للكبدا دغيالك في ضرف خمسة دقايق اخليتها الاخر لحده ماشي بحل القناصي والقلوبك ياخد شوية الوقت نحرك اخواتي حتى تتوكحلي المريقة وتشحر واللي كي بغي الزيت يعني يبان الزيت بالساف في المرق في زود الكيمياء ديال الزيت اخواتي هنا دجاج ديالي بعد ما تحمر خرجته من الفورن كنت درت له 180 درجة وخليتوا تحمر من الجميع الجوانب وقلبتها اخدت اللي ديالك اللون موحد اشتود كلوين كي يجي فيه زوين البنات المريقة ديالي تعلقات ويعني ببنينة واحد المداق من كل كومشة البنات يجي رائع معلك مضغمر واحد واحد الريحة يا سلام ابنين بالساف متمنى زع ما تجربوه وقاع الاخوات المبتدئات لي ما كيزعموش على دجاج محمر فاكن قل لكم غيزعموه وجربو هاد الوصفة كيف حطيتها راه اكيد غتنال اعجابكم انا هنا اخواتي زيت بشارة احمل الحامض المصير وحبت ديال الزيتون درت الزيتون هادا اللي كتشوفو في الصورة هاداك اللي متقوب ممكن ديرو زيتو الاحمر ممكن زينو بالفريد ممكن ديرو اللوزن في الصخم حمر في القليل من الزيت مهم اهم حاجة هو طريقة ديال الطياب والضغمرة كتشي اكتر من روعة وممكن تشحروا المرق اكتر انا علاودي عندي بنيتة صغر كنخلي شوية يعني ديما كنخلي واحد شوية ولكن عادة كنشحروا كتر من هاد شي فتيقوني يا لبنات راه كييجي طبق اكتر من رائع وهاد هاد طريقة هادية هادية من اني لكل الاخوات المبتدئات لي ما كيزعموش على دجاج المحمر او لي كيقولوا دجاج كييجيهم من سفار ولا كيتطرطاق ولا كيتحيي الجلدة انا حاولت الفيديو ما نصرعش فيه ونعطي كل تفاصيل اللي عندي باش تكون طريقة ناجحة معاكم حتى انتمين شاء الله ياربي فصدقوني لا جربته غادي يعجبكم بسف 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 وكيكون هدا هو الشكل النهائي ديالو وشكرا لكم على المتابعة وإلى فيديو قادم إن شاء الله ما تنسونيش من تجيعوا لايك